أهلا وسهلا فيكم في برنامج أحدث فرقا معي أنا إلياس كسابري رادو الحياة قابل جورج عبدو من جمعية الراعي جورج شو هي جمعية الراعي؟ جمعية الراعي هي جمعية خيرية مسيحية فلسطينية وهي قسم الخدمات الاجتماعية التابعة لكلية بيت لحم المقدس لكلية بيت لحم الكتاب المقدس تم تأسيسها سنة 1996 بهدف مساعدة وتنمية الأسر الفقيرة في محافظة بيت لحم أين تبلشتك كمؤسسة؟ وليش؟ الهدف من تأسيس الجمعية هي أن الوقوف بجانب هؤلاء الناس أو اللي هم الأسر الفقيرة والمحتاجة اللي بيعانوا من ظروف مالية صعبة وما في لهم أي مصدر دخل اللي يعينهم في معاشتهم شو نوعية البرامج اللي بتقوموا فيها في الجمعية؟ الجمعية الراعي في عندها عدة برامج طبعا في برامج هي حاليا هي فعالة وفي برامج حاليا غير فعالة وهذا بيعتمد على التمويل البرنامج الرئيسي الحاليا فعال في جمعية الراعي هو برنامج العلاج الطبي في عندنا كثير من الناس بتوجهوا لجمعية الراعي بهدف مساعدتهم في توفير الأدوية أو في المساهمة في تزديد تكاليف العلاج الطبي سواء كان عمليات جراحية أو فحوصات طبية أو أي نوع آخر من العلاج الطبي كمان في عندنا برنامج توزيع المواد التموينية وبالذات في أعياد الميلاد وأعياد القيامة الجمعية بتقوم بتوزيع المواد التموينية على الأسر الفقيرة في محافظة بيت لحم وعندنا كمان برنامج التبني في عندنا أسر من خارج فلسطين بتقوم بتبني أسر فقيرة من خلال إرسال مساعدات شهرية وعادة هذه الأسر اللي بترعى الأسر الفقيرة في بيت لحم بتتعاهد أنه تساعد هذه الأسرة لمدة سنة مع إمكانية التجديد لسنوات أخرى كمان في عندنا برنامج التنمية اللي هو بيقوم على أساس إعطاء هبات للأسر الفقيرة وبالذات من فئة الشباب والشبات القادرين على العمل واللي عندهم مهارات إنهم يبلشوا في مشاريع ولكن إمكانياتهم المادية ما بتسمح فبتوجهوا للجمعية بيعرضوا على الجمعية المشروع اللي هم بيفكروا فيه والجمعية بتقوم بالإجراءات من ناحية تقييم المشروع وإمكانية نجاح المشروع وبناء عليه بتأخذ القرار المناسب لإمكانية المساعدة إذا كان في التدخل أو عدم التدخل كديش عرض العائلات اللي بتقدبوا لها مساعدة؟ شهرياً الجمعية الرائعة بتقوم بمساعدة تقريباً 150 أسرة في محافظة بيت لحم هل هي مساعدات مصيرية اللي بتقوموا فيها؟ الجمعية الرائعة هي موجودة حتى تقوم بتسديد الإحتياجات الطارئة للناس طبعاً بالإضافة للمشاريع التنموية نحن بنعرف أن الناس في محافظة بيت لحم بعانوا من أوضاع مادية صعبة قد تكون مختلفة عن محافظة تانية في فلسطين كون بيت لحم معتمدة بشكل أساسي على السياحة ففي الأوقات اللي بيكون فيه الموسم السياحي بيكون هو ممكن نحكي أنه ما فيه مجموعات سياحية بتزور محافظة بيت لحم أو بسبب الأوضاع الطارئة اللي ممكن تتعرض إلها المحافظة فبالتالي نحن بنشوف أنه بالفعل فيه احتياج طارئ واحتياج ماس وكبير بين الأسر الفقيرة في المحافظة هل فيه كتير فقر في بيت لحم؟ نعم فيه حالات فقر كبيرة ولكن لسببين السابق الأول أنه هو لعدم وجود فرص عمل كبيرة الإغلاق الموجود على مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في غزة اللي بيمنع كتير من العمال والموظفين أنه بروحوا يشتغلوا في داخل الخط الأخضر بالإضافة أنه مدخول الناس الأسر اللي أربابها بيشتغلوا هو أقل من الاحتياجات الأساسية لهذه الأسر عشان هيك نحن نشوف أنه معظم الأسر الفقيرة اللي بتتوجه لطلب المساعدة من جمعية الراعي جمعية الراعي تقوم بمساعدتهم هل الناس اللي بيشتغلوا في بيت لحم بيعيشوا تحت خط الفقر؟ بالضبط يعني زي ما أحكيت أنه الناس هون بيعانوا وبصارعوا في ظل هذه الأوضاع المعاشية الصعبة وبالذات زي ما حكينا السابق الرئيسي هو ما فيه فرص عمل بالإضافة لقلة المدخول الشهد لهذه الأسر هل فيه كتير ولاد بناموا جعانين في الليل في بيت لحم؟ المزبوط بخصوص الأطفال نحن منواجه كتير مرات من الناس اللي بتوجهوا أنه لطلب المساعدة للأطفال هي أكثر في موضوع الحليب كون الحليب هو المادة الأساسية لتغذية الأطفال بالذات الأطفال حادثي الولادة يعني نحن نحكي لغاية ثلاثة أو أربع سنوات بيتمو الأطفال بحاجة أساسية للحليب كون الحليب هو المادة الأساسية والوحيدة لتغذيتهم بعد هيك بصير الطفل كمان يعتمد على مواد غذائية تانية اللي بتكون زي أنواع المواد الغذائية اللي بتناولوها أفراد الأسرة الآخرين بما إنكم مؤسسة مسيحية هل بتساعد المسيحيين فقط؟ جمعية الرعا هي ليست فقط مؤسسة أو جمعية خيرية ولكنها هي خدمة مسيحية وهذه الجمعية موجودة بالفعل لإظهار محبة المسيح للآخرين اللي هو طبعا المسيح ما بميز في محبته لأي شخص بغض النظر عن لونه عن قوميته عن دينه حتى عن مبادئه فالجمعية تقوم بمساعدة أي شخص بتوجه إلى لطلب المساعدة وبدون أي شروط مع وجود بعض المعايير اللي بتضعها الجمعية حتى تقرر في تقديم المساعدة هل بتقوم بمساعدة الطلاب اللي في المدارس والجامعات؟ لأنه التكلفة دراسة عالية وهي يعبع كبير على أي عيلة المزبوط بالنسبة لموضوع الدراسة المزبوط حاليا ما في عندنا برنامج أو ميزانية محددة للأقصات المدرسية أو الجامعية وخلني حكي بالذات لموضوع الأقصات الجامعية كون جمعية الرعاة هي تعمل تحت غطاء كلية بيت لحم للكتاب المقدس فالقائمين والمسؤولين في إدارة كلية بيت لحم للكتاب المقدس بيسعوا أنهم يجمعوا أموال لتزديد أو لمساعدة طلاب كلية بيت لحم للكتاب المقدس لدفع أقصاتهم الدراسية كونهم غير قادرين كونهم معظمهم هم من أسر فقيرة اللي هم بعانوا وبواجهوا مشكلة لدفع الأقصات الدراسية هل الناس هون بعانوا في حياتهم اليومية؟ نعم بالفعل الناس هون بعانوا من أوضاع معيشية صعبة زي ما حكينا أنه بسبب عدم وجود الدخل الكافي والإشي الثاني عدم وجود استقرار اقتصادي الناجم عن الأوضاع السياسية العامة اللي بتعيشها فلسطين وبالذات في محافظة بيت لحم هل بتقوم الحكومة بتمويلكم؟ أو بتعتمدوا على المساعدات المالية؟ نحن كجمعية خيرية نعتمد بشكل أساسي وكبير على المعونات اللي تقدم من قبل الكنائس والمؤسسات المسيحية والأفراد من خارج فلسطين ونحن في إنا علاقات مع المؤسسات والدوائر الرسمية التابعة لحكومة دولة فلسطين من خلال استقبال بعض الحالات بالذات اللي بتتوجه لوزارة الشؤون الاجتماعية أو للدوائر الحكومية المختلفة من أجل تقديم المساعدات لهؤلاء الناس هل الكنائس والأجانب بكونوا بدعم الناس هون في بيت لحم؟ نعم يوجد اهتمام كبير من الكنيسة في الغرب في تقديم المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني بكافة دياناتهم وطوائفهم على الرغم أنه بالفترة الحالية فيه احتياجات لدول تانية بالذات بعض الدول في الشرق الأوسط زي مثل مصر، العراق، سوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط وفي العالم العربي ولكن لا يزال يوجد ناس من الكنيسة في الغرب هم مهتمين في مساعدة أفراد الشعب الفلسطيني وبالذات الفئات الفقيرة هل لما الأجانب بقدموا معانات مادية هل بيشجعوا بقاء المسيحيين في هذه الأرض؟ نعم هو أحد أهداف جمعية الراعي كونها مؤسسة مسيحية هي المحافظة على وجود الشعب الفلسطيني في هذه الأرض وبشكل خاص المحافظة على الوجود المسيحي كون المسيحيين هم أصبحوا الأقلية حتى أن الرغم هم الأصل في هذا المجتمع ولكن من ناحية العدد هم أصبحوا الأقلية فوجودهم ضروري وأساسي في هذا المجتمع بسبب دورهم الفعال والكبير فعشان نحن نسعى كجمعية الراعي أن نحافظ على الوجود المسيحي في محافظة بيت لحم هل هو أشي مهم بقاء المسيحيين في بيت لحم؟ نعم نعم هو شيء ضروري جدا أنه يكون في وجود مسيحي كذلك يقول الرب يسوع المسيح أنه المسيحيين هم نور العالم وهو ملح الأرض وهي شهادة مش بس من كتاب المقدس وشهادة من الكثير من الفئات من أفراد الشعب الفلسطيني حتى من إخوتنا المسلمين كثير منهم من الفئات المتعلمة والمتفهمة واللي يعيشوا في هذه الأرض جنبا إلى الجنب مع إخوتهم المسيحيين واللي بيشوفوا الدور الكبير الدور الوطني الدور الفعال اللي بيقوموا في أفراد المسيحيين من الشعب الفلسطيني اتجاه بلدهم هل بتساعد اللاجئين السوريين في الأردن؟ بعد ما بلشت الحرب والصراع في سوريا وفي العراق وصار في كثير من أبناء الشعب السوري والشعب العراقي هم لاجئين في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط زي الأردن زي لبنان ودول أخرى مجاورة وبما أنه الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني هم لاجئين وأباءهم وأجدادهم عانوا من اللجوء بالذات في سنة 1948 فكان جمعية راعي نحنا أخذنا المبادرة أنه نحنا نقوم ونتعاطف مع هدول الناس زي ما أنه بسنة 1948 كثير من أفراد شعوب أخرى من دول مختلفة من العالم حتى من الغرب هم أجوا لفلسطين وتعاطفوا مع أبناء الشعب الفلسطيني اللاجئين فنحنا هلأ كجمعية راعبين تقريبا كل شهرين أو ثلاث شهور نقوم بأخذ مجموعات بمثله الكنيسة بفلسطين وحتى من أخوتنا من الداخل من ال48 مناطق ال48 ونأخذ كمان طلاب من كلية بيت لحم الكتاب المقدس حتى ونذهب ونزور أخوتنا اللاجئين العراقيين والسوريين في سوريا حتى نصغي لمشاكلهم ونقوم بتقديم المساعدات بحسب الإمكانيات زي مثلا سلات المواد التموينية الأغطية المراوح الصباط بفترة فصل الشتاء وأي أنواع أخرى زي مثلا الحليب للأطفال والأدوية ليش بتقوموا بكل هذا؟ المزبوط نحن كجمعية راعي كل ما نقوم بعمله هو لمجد الرب يسوع المسيح وهو وصى على مساعدة الفقراء وهو وصى أفراد الكنيسة لما نتذكر في الكتاب المقدس في إنجيل يحنى لما أحكى للتلاميذ أعطوهم أنتم ليأكلوا نحن كل هذه البركات نعتبرها من بركات الرب يسوع المسيح ونحن كتلاميذ ديسوع المسيح نحن مجرد أدوات هو بيستخدمنا حتى نبارك هؤلاء الناس فالهدف الأساسي والأخير والوحيد هو تمجيد الرب يسوع المسيح شو هي صلاتك لجمعية الراعي؟ نحن منصلي حتى تستمر جمعية الراعي في تقديم الخدمات الضرورية كون الاحتياج بين هؤلاء الأسر الفقيرة والمحتاجة هو في ازدياد وهذا ناجم زي ما حكينا عن تدهور الأوضاع السياسية واللي بيأثر بشكل أساسي على الأوضاع الاقتصادية وبالتالي على معيشة الناس في محافظة بيت لحم عشان هيك نحن منصلي أنه الراعي يبارك جمعية الراعي ويستخدم الكنيسة ويستخدم الأفراد والمؤسسات المسيحية اللي هي تقوم بمساعدة الجمعية حتى تستمر في تقديم المساعدات ونحن كمان منشجع ومنصلي أنه نجد أنه الله يجد مصادر أخرى لجمعية الراعي حتى تقوم بمساعدتها من أجل الاستمرار في خدمتها كمؤسسة مسيحية فلسطينية موجودة في هذه الأرض شكرا جورج وشكرا لاستماعكم لبرنامج أحدث فرقا معي أنا إلياس كسابري وإنت شو بتعمل عشان تحدث فرق في مجتمعك؟ ترجمة نانسي قنقر